اشتركوا في القناة كيف نكتب وكيفية رسم المدة وأيضا كيف تنطق كيف ننطق المدة نقرأ سويا سجل المخترعين حافل بآثارهم آثارهم نلحظ رسم المدة هكذا ترسم آثارهم وهي في بداية الكلمة أو في أول الكلمة آثارهم نمد الصوت فيها آثارهم بآثارهم العظيمة ومفاجآتهم أتت هنا مدة ولكن في وسط الكلمة مفاجآتهم نمد الصوت مفاجآتهم المدهشة ونجاحهم في تحقيق مآربهم مآربهم أدت أيضا في وسط الكلمة مآربهم وآمالهم آمالهم أتت المدة هنا في أول الكلمة ولاحظ الكلمات الملونة كما قلنا فأجد فيها همزة ممدودة في أول الكلمة أو وسطها إذن المدة أساسها همزة أساسها همزة ولكن ماذا أتى بعدها هذا ما سنعرفه أتأمل الهمزة الهمزة الممدودة فأجد أنها همزة مفتوحة على ألف بعدها همزة ساكنة أي أنها أساسا همزة مفتوحة على الألف ثم بعدها همزة ساكنة فمثلا كلمة آمال آ هذا المد أو هذه المدة أساسها همزة وهمزة همزة مفتوحة همزة مفتوحة أتى بعدها همزة ساكنة أدمجت الهمزتان ورسمت بهذه طريقة المد ورسمت مد آثار أيضا همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة فأدمجت وكتبت مد أو ممكن أن يأتي بعد الهمزة المفتوحة ألف مثل كلمة مفاجآت مفاجآت أساسها مفاجآت ثم همزة مفتوحة بعدها ليس همزة ساكنك في هذه المرة ولكن في هذه المرة ألف مفاجآت أدمجت الهمزة والألف وكتبت مد كهذه مثلا كلمة مآرب أساسها أساس المد همزة مفتوحة وبعدها ألف وكتبت مد ولذا قلبنا المد هكذا رسمها إذن نستخلص يا شباب المد أساسها إما أن تكون همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة أو تكون أساسها همزة مفتوحة وبعدها ألف فنقرأ أجرى برايل تجاربه فتحققت آماله آمال آمال هنا مد في أول الكلمة المنشآت مد في وسط الكلمة الصناعية كثيرة في بلادنا المخترع آخذ هنا مد في أول الكلمة آخذ المخترع آخذ حقه من التكريم والتقدير الاختراعات الحديثة مرآت مرآت مد في وسط الكلمة التقدم العلمي آمن آمن مد في أول الكلمة آمن آمن المجد بأن العمل يحقق المآرب المآرب مد في وسط الكلمة إذن يأتي المد في أول الكلمة أو ممكن أن يأتي في وسط الكلمة أصنف الكلمات الملونة كما قلنا الكلمات في أول المد في أول الكلمة آمال آخذ آمن والمد في وسط الكلمة المنشآت مرآ المآرب أنطق هذه الكلمات آمن همزة وبعدها ألف إذن تقلب تقلب مد آمن آمال آخذ مرآت مآرب المنشآت هذه الكلمات التي ذكرناها تقلب الهمزة وبعدها همزة مفتوحة وبعدها ألف تقلب مد وهنا تقلب أيضا مد ماذا جاء بعد الهمزة جاء ألف جاء ألف جاء ألف هنا جاء ألف كم عدد الحروف التي تكون منها المد حرفان الهمزة والألف الهمزة والألف كيف يكتبان عندما يتتاليان الهمزة وبعدها الألف الهمزة المفتوحة وبعدها ألف تكتب هذه الطريقة المد ما المد هي إذن هي همزة بعدها ألف هي همزة بعدها ألف نستنتج أن المد هي همزة بعدها ألف المد هي همزة بعدها ألف تكتب المد هكذا تأتي همزة المد في أول الكيمة أو في وسطها تكتب الهمزة نمدودها كذا في حالتين كما قلنا إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف همزة ساكنة في أول الكلمة إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف ألف يعني همزة وبعدها ألف في أول الكلمة أو وسطها أو أخر ثم يأتي يا شباب سؤال التطبيق أترك لك سؤال التطبيق لتطبق أنت وتكتب ثم ترسله لي على الخاص أجيب عن الأسئلة الآتية بكلمات فيها مد وألفظها لفظا صحيح ما اسم الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة بها مد ما اسم أبي البشر كلمة بها مد وهكذا نكمل بقية الأمثلة وأيضا هناك كلمات أريد منك أن تصححها مكتوبة ما قبل المد أعد كتابتها بوضع المد قرأها أنت ثم أعد كتابتها وأيضا أرسلها لي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة